السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مطابعين من قناة دكتور حاتم فروض هنتكلم في الفيديو النهاردة عن البخخات اهنا في الشتب واضور الحسابة بتبقى كتير شوية سواء كانت حسابة انفة وحسابة صدر هنتكلم النهاردة عن البخخات اللي ممكن تستعظن للطفل سواء بخخات للانف او بخخات للفم هنتكلم عنها كده بالتفصيل وندي شوية معلومات بسيطة كده ممكن تفيدكم ان شاء الله تابعوا الفيديو ده لله الفيديو ده هنعمله من لي للأففال اللي عندهم حسية سواء كانت حسية أنفة وحسية صدر هم بيتعبوا في شتا كتير اللي شتا بيهوش عليهم بيبقى فترة شهور تعب على الأففال وعلى البيت كله هنغير شوية مفاهيم احنا متعودين عليها هنشوف ايه احسن أدوية واحسن طرق للعلاج بالنسبة للأففال ديه هنشوف نستخدم العلاج ده ازاي وهنتكلم برضو بالتفاصيل على حاجات كتير ممكن تكون مفيدة لكم ان شاء الله في الأول كده يا جماعة ما تنسوش تعملونا لايك للفيديو وتشتركونا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله ما فيش مشكلة ننزل ناخد بصة كده في الوصف بتاعة الفيديو هتلاقوا الرابع بتاعة الموقع الإلكتروني بتاعة العيادة هتلاقوا فيه مواضيع كتير كويسة ولو احتاجته اي حاجة سيبهالي في تعليقات وانا حاولي رض عليك قدر الامكان مبدئيا كده يا جماعة احسن علاج ممكن استخدمه لقوحة الطفل البخاخات خصوصا القوحة المزمنة اللي هو طفل عنده حساسية خلاص احنا شخصنا ان الطفل ده عنده حساسية فيه كونسبة كده موجود عند ناس كتير ان يا جا دكتور ما بحبش البخاخات عشان الطفل يتعود علينا ما بحبش البخاخات عشان الطفل يعني بيبقى شكله مش حلو كده هو بياخد البخاخة بيسع عليها شوي النقطة دي يا جماعة احنا بس فيه الناس عندها قاعدة كده ان الطفل ياخد ده وشورب اي حاجة تانية غير الده وشورب يبقى فيه مشكلة لو ديناله حاجة تانية لا دي مش بتاعة اطفال دي بتاعة الكبار لا مفيش الكلام ده هتت بنهب وما بنهبش دي مش في العلاج يعني انا في الاخر بعمل لطفل الحاجة اللي في مصلحته مش الحاجة الانagna بحبها فكرة ان انا بحب او ما بحبش دي دي في حاجات اختيرات كده شخصية لكن في العلاج صح وغلط الصح للطفل ايه والغلط للطفل ايه في الحاجة الافاء للطفل اديها طيب تعالوا نشوف مثلا البخاخات دي مشكلات تفعيل هل البخاخة دي فيها مادة الطفل لو تعود عليها هيادمنها هي في مخدرات مثلا لو الطفل تعود عليها مش يادر يبطلها فيش الكلام ده خالص بل بالعكس انت لما بتشوف ابنك بيتحسن بالبخاخة دي بتلاقي ايدك سهل ان انت تدعاله الطفل نفسه لما بيتحسن على البخاخة بيبقى مبسوط وابيستخدمها لان حاجة بيتجيب نتيجة سريعة معاه وتبقى حاجة كويسة طيب تعالوا نتكلم في موضوع الجرعات والضرر يعني الطفل لما بيجي ياخد مثلا دواء شربه وياخد منه قد 3 سنتي 5 سنتي 2 سنتي ونص حسب جرعته البخاخة دي بياخد منه قد حاجة كده يعني كلام لا يصخر فبالتالي يعنيين الاصر الجانبي بتاعه اكتر الدواء الكتير ولا الكمية القليلة خالص من الدواء لا طبعا الكمية القليلة من الدواء فموضوع البخاخات ده يا جماعة موضوع مفيد جدا للطفل اقل ضرر للطفل حاجة مش موزية خاطر طيب نتكلم بقى شوية على موضوع البخاخات بتاعة السدر الأولى بخاخات سدر دي بتتقلب لجزئين يعني في بخاخات علاجية وفي بخاخات وفائية في بخاخات الاطفال اللي عندها حساسية بمشيهم على بخاخة كده الفترة بتاعة الشتر عشان ما يردش عليهم التعب كتير في اطفال يا جماعة بيتعبوا كل اسبوعين تلاقي الطفل كل شوية مبيخفش يتحسن شوية يتحسن شوية يومين ثلاثة وصدر يقفل تاني يتحسن شوية يومين ثلاثة وصدر يقفل وكمية أدوية قد كده تلاقي الأم عندها التلاجة رفين من بابهم كده ما يتعنيين لأدوية الطفل بتوع الشتر في اطفال مرضى شتر الشتر كله عينين طفل ده يمشي على علاج وقائي يمشي على علاج وقائي مش عشان يبقى طرزانه ما يعيش تاني لا عشان يتعب على فترات أوسع شوية مش كل شوية يتعبان عد الشتر ده على خير يتعب على فترات أوسع شوية فده بمشي على بخاخات وقائية وجنبيها حاجات كده زي مثلا منتيلو كاست زي سنجليرو الكلام ده بخات وقائية اللي بنمشي عليها حاجات زي الفلكسطايد السيروطايد الحاجات ده وانواع كدير من البخاخات الايه الوقائية طب بياخدها ازاي المفوض البخاخة دي طفل بيحطه بققه ببخه بياخد النفس منبقه يشفوته طب لو طفل مش مش هيعرف يعمل الكلام ده بيبدأ ديله البخاخة ازاي بيديها له بالقرشان برجاز كده بتلبس فيه البخاخة وبيبقى فيه مصر بيتحط على الامف كده بتاع الطفل وبيبدأ ابوخ البخاخة والطفل بياخد ستة نفاس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعرف ان الطفل خد البخاخة كده كويس فده الموضوع بتاع البخاخات الوقائية البخاخات العلاجية ده اللي هي ايه زي البنتولين مسلا طفل تعب خلاص عنده ازمة عمال يخوحه كل شوية ببدأ ديله بخاخات علاجية حاجات تفتح سدره في الفترة دي بنتولين مسلا او البنتال او الحاجات دي ببدأ استخدمها في فترة العيل مرة في اليوم مرتين في اليوم على حسب بكتور بيحدد وبعد كده ببدأ اوقفه خالص وانا كده كده ماشي على البخاخات الوقائية اللي ماشي عليها ده الموضوع بتاع بخاخات السدر طيب ممكن عنديش بخاخات ممكن استخدم حاجة تانية في جهاز 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 أنا بنصح به ناس كتير قوي في الشتاء من هما يستخدمون الاطفال الكرونيك اللي كل شوية عيانين هاتلك جهاز في البيت هيحمي الطفل ان انت كل شوية تحتاج تنزل بقى تدور على مستشفى ولا على مكان بيعمل الجلسة للطفل لا انت ممكن تعملها له في البيت المواد اللي تتحط في الجلسة دي بتختلف بقى على حسب الحالة بتاعت الطفل من اول الفرقلين او البنتين نقط الحاجات دي انا بدي نقط لكل كيلو يعني لو طفل مثلا وزنه عشر كيلو بعمله الجلسة بتاعته عشر نقط وبحبت صنطي ونوص اتنين صنطي محلول ملح على حسب وزن الطفل وببدأ اعمله الجلسة وببدأ أحدده والله لما بيبقى تعبان قوي بيعملها له عدد مرات كثير في اليوم لما بيبقى تعب خفيف بيعملها له مثلا عدد مرات قليل ده الفرقلين او الفنتولين نقط في البالمكورت البالمكورت ده اللي هو مكان زي الشيروطايد مثلا جلسات البالمكورت دي ببدأ أحددها فيها كزا تركيز فيها خمتين وخمسين وفيها خمسونية ببدأ أحدد الوزن منطع الطفل وبعمله لجلسة بالنيبولايزر وفيه أتروفينت وفيه بالمكورت فيه 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 حاجات كتير بنستخدمها الدكتور بيقدر يوصف لك الحاجة اللي تنسل الطفل طب هالكوحة بتاعتنا دي كوحة حسية ولا كوحة حنجرية موضوع الجهاز بتاع النيبولايزر ده من الحاجات المفيدة جدا اللي احنا ممكن نستخدمها يعني الطفل أنا بنصحكم الطفل اللي عنده حسية على صدره وبيتعب من صدره كتير مفيش مانع ان احنا الجهاز ده يكون عندنا في البيت ده بالنسبة لجهاز النيبولايزر طيب ويه تاني ممكن استخدمه بالنسبة للبخاخات هنكلم بقى عن بخاخات الانف بخاخات الانف دي في منها كزا نوع في بخاخات اللي هي زي بتاعت مية البحر اللي هي زي الفيزيومير والسينو مارين والحاجات دي دي بخاخات بتبقى كبيرة كده مش عشان تحطي رشة ورشة لا دي بتبقى غسول للانف الانف فوقه كده ببين فيها قرش لما بحط البخاخة وبضغط عليها ضغطة طويلة وتبدأ الافرازات دي تعدي في القرش وتنزل من ناحية التانية وتاخد الافرازات اللي موجودة فبخاخات مية البحر دي معمولة كبيرة عشان لما تيجي تستخدميها تخسير بيها المناخير مش بخي بخة هنا وبخة هنا وخلاص ماينفعش البخاخات دي عشان استخدمها صح بنام الطفل على جنبه وبحط له البخاخة في الناحية اللي فوق وبضغط عليها ضغطة طويلة لحد ما تنزل من ناحية التانية بقى مساحله وبقلقه وبعملها له او مثلا فيه اطفال ممكن يعادل قدام كده واجي من وراه وقم مية الرأسه وكده وببدأ بحط له البخاخة وبعملها له المهم ان انا بحاول ان الطفل ما يشراهش من دي فكرة بخخات مية البحر غسول للانف هي كبيرة عشان استخدمها مكان محلول للملع مش بخخات حساسية ما ينفعش الطفل اللي عنده حساسية ان انا بمشي على بخخات مية البحر ساعته مش هتبقى مفيدة بالنسبة البخخات بتاعت الانف ببدأ استخدمها بقى على حسب السن فيه عندي الابومايس دي باستخدمها من سنتين فيه الفلكسونيز باستخدمها من 4 سنين فيه النزوناكس بيبقى على حسب انا باستخدمها ازاي وابدأ اديها للطفل بحددها مرة في اليوم مرتين في اليوم معنا حسب الحالة بتاعت الطفل لكن لو طفل عنده افرزات كتير قوي الافضل ان انا اخسله مناخيره بمية بحر وبعد كده احطله البخاخة لان انا لو احطته بخاخة الابومايس او الفلكسونيز او الكلام مش هتعدي مش هتوصل في الافرزات الموجودة لا اخسليله يا ستي مناخيره كويس وبعد ما تخسليله مناخيره كويس ادهي احطيله البخاخة طيب انا بستخدم البخاخة دي ازاي ابدأ تعمل للطفل نزيف في الانف ويبدأ ينزف مناخيره فده ما ينفعش بابدأ احطها ابوف وببخ البخة بتاعتي بتبقى للطرف النحيادي وللطرف النحيادي كده ما بيبقاش فيها عزب الطفل تيجي وقوم مشاطرة تقول لي يا دكتور انا اسمعت ان البخاخات دي فيها كورتزون وانا ما بحبش كورتزون يا دكتور وما ينفعش قدي للطفل بخاخة فيها كورتزون لان دي ممكن حاجة تزيد ساعتا بقول له والله مدام ده سؤال مهم وانا مبسوط ان انت سألتيني السؤال دوت بس لازم تعرفي ان كمية الكورتزون اللي موجودة في البخاخة لو فضلت ماشي عليها للطفل لمدة سنة بمقام نصف معلقة فيندون تديره فيندون شراب ولا تديره زيلون ولا البرتزول الادوية للشراب ولا تديره بخاخة احسن بقولك الكورتزون اللي موجود في البخاخة دي لو مشيت عليها لمدة سنة كمية الكورتزون ده دخل الجسم ابنك بما ينوص معلقة فيندون تعملين احسن ندي الكورتزون عن طريق البخاخ ولا ندي الكورتزون عن طريق الشراب اكيد طبعا ندي الكورتزون عن طريق البخاخ ده تقريبا معظم الحاجات اللي حبينا مبلغها لكم على موضوع البخاخات بتاعت بخاخات الفم وبخاخات الانف امتى استخدمها وازاي استخدمها دي معظم حاجات حبيت بلاخوا بيها تاني بقى ما تنسوش تعملونا لو الفيديو ده عجبكو اعملولو لايك واشتركونا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصولوكم البديوات الجديدة بتاعتنا بازن الله ولو احتاجتوا اي حاجة سبوها في التعليقات تحت وانا حاول ارد عليكم قدر الامكان ولو احتاجتوا تستفساروا عن اي حاجة برضو حتى لو مش خاصة بالفيديو سبقها لي تحت في التعليقات وانا حاول ارد عليكم شكرا